الخبر الأول اللي عدنا عن بيسان اسماعيل هواية من الأشخاص اللي يسئلون بيسان كم تكلف الأغاني اللي سويها وفيديو كليبات فطيبة وجواني ردوا على هذا السؤال بالبث المباشر اللي كانوا فاتحيه مبارحة طبعاً الأخبار ما اليوم تقريباً كلها من هذا البث المهم خلينا نشوف شنورة طيبة سؤال وفيك ما تجاوب عليك قديش لحد الآن حاطين مصروف على طفلك كليبات وأغانيك المكتوبة لأنا كثير جواني طب سؤال فوق المئة ألف دولولة تحت مدالة نعم فوق 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 اه هواية من الأشخاص اللي حيقولون شمدريهم هم بهذا الجواب أو طيبة شمدريها فطيبة هي مديرة أعمال قناة حيدر قيتار اللي كانت تنتج أغاني البيسان فهي أكيد تدري كل شيء من الوابع يا حبايب إنه قصة مكلفة الخبر الثاني اللي عدنا عن جواني وطيبة وهل من الممكن إنه يسامحون بيسان ويرجع جواني وبيسان وترجع طيبة صديقة بيسان اسماعيل في البداية خلينا نشوف شنو الرد طيبة الفنان بيسيلة عمالكم أو بيسيلة لكم ها لا خلص بس طلع خلص ولا في ممكن لا لا يعني ما أنه خلص يعني أنه مثل ما يقولك أنه الحبل انقطع أوكي من الواضح أنه طيبة مناوية تسامح خلينا نشوف جواني السؤال ممكن تنسى هاي المشاكل لترجاع مثل قبل لا اه طيب يعني ما في أمل ما في أمل لأنه أنا أعطيت فرصة كبير كبيرة صراحة طيبة أنا أعطيت فرصة يعني شهور للأسف يا حباي مثل ما شفنا فأتوقع أنه ما كو أمل بعد للعودة الخبر الثالث اللي عدنا عن جواني وكشف الحقيقة أم بيسان ونصبها على العالم فجواني بهذا البث المباشر حشا قصة نصب سوتها أم بيسان فشوفوها بنفسكم هناك شخص كبير خاص أنه أنت لما بعتلك متعاهد للحفلات أعلان ما صبت عليه وانا خبرني هون بتركيا ويتلقت لك ممسيت تعمليها الحلقة هاي لألتي لي أعمل له بلوق من عندك ما تتدخل ما صبت عليه ألكونيوروب طبعا هذا الزلمة أنا صبت عليه أنت أنا ما حكيت الشعاف ما صبت عليه عن الناس ما حكيت أنا أنا ما بحكي شي واقعا طبعا هذا الدليل كلش قوي أنه الأشخاص اللي يطلعون قدام الكاميرا دائما يكونوا المختلفين خلف الكاميرا بتصرفاتهم وبأعمالهم الخبر الرابع اللي عدنا أن هواي من الأشخاص سئلوا على أغنية حنيا قصير مع المسيطرة وهل هي انحفت وهل بيسان لحفتها أم هذا الخبر غير صحيح فطيبة طلعت بهذا البث المباشر وقاتلوا الأغنية منحفت وإنما تأجلت احتراما الشهر محرم إلى يوم السبت الجاي على كلنا طبعا هذا البث المباشر كان كلش طويل تقريبا ساعة ونصف اللي حاب يشوفه كامل اللي حتو بيسان وغيرها راح يكون بقناتي الثانية بالوصف والخبر اللي عدنا عن محمد جواني وقصفه لأنس الشايب فجواني نزل على قناته هذا المقطع وبهذا المقطع كان فيه قصف على أنس الشايب فبهذا لقطع اللي جواني كان لابس فيها اللبس جمال بنات المصور سعلك ذكرتني بشخص فخلينا نشوف شونه كان رد جواني ذكرت انتمين هو هذا الشخص؟ من الشايب شخص طوان يا حبايب هذا المقطع كلش حلو فاللي حاب يشوفه يكون موجود بقناة جواني وبس والله هنا وصل الناها هات المقطعات من المقطع الجوبكم الإستحطون له وتشاركواوه بالقنات شانوا يؤكو مفيد زيمة قناة المملكة القصاص ومع السلامة ومع السلامة